رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني أنفانتينو عقب عقده لاجتماع المجلس التنفيذي للفيفا بمراكش رحب بملف مشترك بين المغرب وإسبانيا من أجل تنظيم كأس العالم 2030 وضف بأنه لا يجب قانون يمنع تنظيم المونديال في قارتين مختلفتين مثل ما نشرته بعض الصحف وضف أنفانتينو بأن الفيفا لا ترغب حاليا في زيادة عدد منتخبات كأس العالم 2022 بقاطر